موسيقى اهلا وسلام بكم مشاهدي الكرام في نشرة الاخبار المباشرة من قناة العين عاد جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم الخميس الى ارض الوطن في ختام جولة افريقية قادت جلالته الى كل من مالي والكوديفوار وغينيا والقابون وكان في استقبال صاحب الجلالة لدى نزول جلالته من الطائرة بمطار الرباط سالة الدولي صاحب سمو الملكي ولي العد الامير مولاي الحسن قبل ان يستعرض جلالته تشكيل من الحرس الملكي ادت التحية الرسمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ظهر اليوم الخميس العاصمة القابونية لبروفيل في ختام جولته الافريقية وكان في وداع جلالة الملك بمطار لبروفيل الدولي رئيس جمهورية القابون علي بنغو اندومبا وبعد استعراض تشكيل من الحرس الجمهوري التي ادت التحية تقدم للسلام على صاحب الجلالة الوزير الاول القابوني وعدد من اعضاء الحكومة والسافير المغرب لبروفيل وشخصيات مدنية وعسكرية اسفرت الجولة الافريقية اذا لجلالة الملك محمد السادس والتي شملت كل من مالي والكوديفوار وجمهورية غينيا والقابون عن نتائج اقتصادية واجتماعية ودينية باهرة تعكس بجدارة التعاون جنوب جنوب الذي تتطلع اليه شعوب القارة السمراء تقرير عن الدور المتنامي للمغرب في القارة الافريقية في تقرير لمحمد نوار في برنامج الجولة الافريقية لجلالة الملك محمد السادس استثمارات ومشاريع الهدف منها تجديد الرؤية المغربية بخصوص الانفتاح على القارة السمراء انفتاح يتعهد المغرب بموجبه بمضاعفة المساعدات لدول القارة وإلغاء ديون البعض منها عمليا خصص المغرب اموالا لتشجيع الاستثمار في افريقيا كما ساهم في توسيع المبادلات التجارية هذا عاد عن مشاريع اخرى كبيرة في المجالات الصحية والزراعية والعقارية والبنى التحتية ومع نشوب الازمة المالية ارتأ المغرب انسجاما مع مبادئه الراسخة في دعم الاستقرار والتنمية التدخل لمساعدة الشقيقة مالي في ازمتها وتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف حفاظا على الوحدة الترابية لمالي ودعم اقتصادها الهاش هذا التوجه المغربي وجه بتحفظات جزائرية لطالما وقفت امام بوابة افريقيا حديقتها الخلفية معتبرة اختراقها مهمة صعبة في العهد المفطي الجزائري تصدرت القارة الافريقية اولويات جزائرية ما بين سياسة وامن واقتصاد فكانت الجزائر داعما رئيسيا لحكومات الدول الافريقية بشرط اعترافها بجبهة البوليساريو وبعد تزايد وطيرة سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية تراجع النفوذ الجزائري في القارة السمراء وتزايد الحضور المغربي بصورة ملحوظة منذ انكفاء الجزائر على لملمة مشاكلها الداخلية وتعكس الزيارة الملكية الاخيرة حجم ثقل المغرب وكثافته في دول الساحل والصحراء في موضوع منفصل قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبدالله بن كيران التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الوردة من المجلس الوطني لحقوق الانسان وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس ان هذا الاخير استمع لعرض الوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول حصيلة وافاق علاقات التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الانسان على الصعيد الوطني والجهوي ولا سيما عمل اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخل والطنطا بعد استماع لعرض الوزير الداخلية جاء قرار الحكومة بالتفاعل السريع والإيجابي مع المقصرحات والشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الانسان أو من اللجان الجهوية لهذا المجلس وخاصة الواردة من لجانه الموجودة في الأقاليم الجنوبية بكل من العيون والداخل والطنطان تم تحديد أجل لهذه الأجوبة على أساس أن لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر وأيضا أن يتم ترتيب الأثار القانونية على ضوء هذه الأجوبة وفي نفس الوقت العمل على نشر الردود الصادرة من مختلف القطاعات الوزيرية المعنية بالشكايات حتى يتم تقديم كل توضيحات للرأي العام بخصوص هذه الشكايات واعتبرت الحكومة بصدد مناقشة هذا العرض أن المغرب بهذه الخطوة من جهة يعزز فعالية ومصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة من جهة تانية يمكن المغرب من آلية فعالة للنهوض بحقوق الإنسان في بلادنا خاصة وأن الرصيد المحقق في السنوات الأخيرة على هذا المستوى أثبت فعالية معتبرة وفي هذا الصدد أفاد السيد وزير العدل والحريات بمناسبة هذا المناقشة أن الشكايات التي تم تلقيها من قبل المجلس السابق والتي بلغت حوالي 890 شكاية في قطاع العدل نتجت عنها أو نتج عنها فتح التحقيق من أجل إجراء خبرة طبية المعتقلين من الأقالي من الجنوبية بلغ 11 خبرة ونفس الأمر أفاد السيد وزير الداخلية أن هناك على المستوى الشكايات الواردة أن منذ إحداث المجلس وإرغاية الآن أزيد من خمسين ألف شكاية ولهذا يمكن القول أن قرار الحكومة اليوم سيؤسس لنقلة نوعية في مجهود بلادنا من أجل النهوض بتقافة حقوق الإنسان والممارسات المرتبطة بها ولهذا تقرر بالإضافة إلى تحديد أجل للجواب على الشكايات وأيضا نشر هذه الردود تقرر إحداث نقاط اتصال دائما على مستوى الوزارات المعنية بالشكايات يوجد في هذه في هذه نقطة الاتصال مخاطب دائم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفيما يلي نقدم تقرير يتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يجسد التزام المملكة المغربية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتشبذها باحترام التزامات الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وقد جاء إحداث هذه المؤسسة للتكريس مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات تقرير العلي حميمي للمغرب خصوصيات ميزت مصاره في مجال حقوق الإنسان إقليميا وجهويا الشطر الأعظم منها يتمثل في الإصلاحات التي باشرها وانخراطه في تعزيز دولة الحق والقانون بصورة مسترسلة ثانيهما التركم الحاصل في مجال حقوق الإنسان ثالثهما المقاربة التشاركية في كل الأوراش المهيكلة للإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي وهو بذلك يعتبر نموذجا يحتذا بفضل تجربته في مجال العدالة الانتقالية التي مهدت قراءة صفحة الماضي واستخلاص الدروس والإنخراط في بناء المستقبل بناء يستلزم حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وهو ملتزمت به المملكة المغربية من خلال أحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتشبثها باحترام التزاماتها الدولية وقد جاء إحداث المؤسسة لتكريس مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات تتوافق نصصها التنظيمية لمبادئ باريزا ناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من بين اختصاصاتها رصد الانتهاكات مع إمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة وإعداد تقاريرا تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها تلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها وتتبعها وتقديم توصيات بشأنها والتدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان والمساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها ومن بين المهام الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الأطفال وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية وإعداد تقارير عن الزيارات ورفعها إلى السلطات المختصة إضافة إلى بحث ودراسة ملائمة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاربها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني ويقترح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة والمساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات فضلا عن تقديم المساعدة والمشورة للبرلمان والحكومة بناء على طلبها في مجال ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية ومن منطلق حرصي على تعزيز مجال حماية حقوق الإنسان يساهم المجلس الوطني في إحداث شبكات التواصل والحوار بين المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة وكذا بين الخبراء من ذوي الإسهامات الوازنة في مجالات حقوق الإنسان وذلك قصد الإسهام في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات في مجال حقوق الإنسان وبخصوص قرار مجلس الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان نريد بعض التصريحات بخصوص هذا الموضوع الموضوع كثيرا مشاغلة يعني العمل للمجلس الوطني ولجانه الجهوية خصوصا في المنطقة وكانت يعني مطالبنا دائما في اتجاه هذا التجاوب ومأسسته باش يعود فعل لبي ويخدم المنهجي الحقوقي المعتمد في هذه المؤسسة كمؤسسة وساطة وكمؤسسة يرتفق لها المواطنين في التشكل يومي بشكل متكرر بالتالي هذا كان بين يعني الإكرهات اللي واجهتها عمل لجان الجهوية في تجربة اللولة أعتبر أنه المشروع اللي قدم من طرف وزير الداخلية ووزير العدل والحريات هو مشروع مهم جدا والقرار اللي اتخذ في أنه تتخذ لجراءات الكافية واللازمة من أجل الرفع في التعامل مع المؤسسة كمؤسسة مستقلة دستورية وخصوصا الإجابة عن شكاية المواطنين في أسرع وقت وفأجال يعني محددة لا تتعددها لا تتشهر عند الاقتضاء بالتالي هذه نتيجة للمجموعة من النداءات ومجموعة من الاستشارات اللي قدمناها في هذا الاتجاه هذا عمل استقبلناه يعني بأريحية نتمنى وإن شاء الله في القريب العاجل أنه يضع في منهجيته الحقيقية على أرض الواقع نحن سنكون عازمين يعني في التعاطي معاه وجاد دين أيضا هذا تطور جد هام كنا نطالب به منذ زمن ومن خلاله ننتظر إن شاء الله عن سيتم تسويت كل الملفات العالقة لذى اللجان الجاهوية بالأغاريم الصحراوية وأيضا سيعطي يعني ثقة ومستقية أكثر بالنسبة للمجلس الوطني والحكومة المغربية بهذه الخصوص أما ما يخص بالمحكمة العسكرية ننتظر إصدار مذكرة تعيد النظر في محاكمة المدنيين لدى المحاكمة العسكرية ونحن كناشطين حقوقيين نعتبر هذا القرار الذي تخذته مجلس الحكومة اليوم يعني مسارا أساسيا في تعزيز دولة الحق والقانون وتكريسي ثقافة حقوق الإنسان وننوه بالخطوة التي اتخذها من خلالي يعني خلق نقاط اتصال وتعيين مخاطبين محددين مختصين بتلقي شكايات من المجلس مجلس حقوق الإنسان مجلس وطني الحقوق الإنسان ولجانه بالأقاليم الجنوبية وهذا إن يدل على شيء فإنما يدل على يعني الانفتاح الديمقراطي الذي عقب دستور 2011 أنا بالنسبة لنا كعامل في مجال الرصد وتتبع واقع حقوق الإنسان في الجهة يعني نتمنه هذا القرار ونتمنه عن أجرأته من خلال يعني هذا الإسراع في تعيين هذه نقاط الاتصال والتواصل في الوزارات المعنية وهذا وطبيعة الحال يعني له يقوي إرادة الحكومة في التغيير ويقوي كذلك حتى مهام واختصاصات المجلس واللجان الجوية المتوجب الجنوب مرحلة متقدمة بقبول إصدار قرار من طرف المحكمة الحكومة المغربية بقبول الدعوة لأي مشتكي ضد الحكومة مقبولة دعوته في مدة ثلاث شهر هذه خطوة متطورة جدا في انتهاكات حقوق الإنسان اللي عرفها المغرب منذ تأسيس لجنة المجلس الشتاري لحقوق الإنسان ومبعد التعويض وبعد المراحل الإيجابية التي مرت بها المملكة المغربية في هذا الاتجاه لكن الغريف الأمر هو عن جلادين الأمس في جبهة البوليساريو يحاولون أن يصلعون لجنة على هذا الاتجاه وهل يمكن أن يكون القاضي والخصم أي نفس الجلاد ما زاله الذي يسير جبهة البوليساريو يتسطر تحت شعارات فارغة ديمقراطية يعتبرها ديمقراطية يعتبرها حقوقي إذن يذر موضوع إحداث لجنة لمراقبة حقوق الإنسان بمقيمات تندوف من قبلية البوليساريو الكثير من السخرية خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البوليساريو بعد مقتل شابين صحراويين ومحاربة البعض في تجارتهم فضلا عن الاحتجاجات التي شهدتها مقيمات الصمارة مؤخرا وانتفاضة قبلتي سواعد وسلام قراءة في موضوع هذه اللجنة في تقرير محمد نوار هي خطوة هزلية ملاها تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية والحقوقية في الفياف الجزائرية استنزفتها أزمة مستمرة منذ ما يقرب الأربعين سنة ولادة قيصرية إذن للجنة مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان بمخيمات تندوف لا علاقة لها بمفهوم حقوق الإنسان عند حكام الرابوني فوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات ليست بتلك الصورة الوردية التي من المفترض أن ترسمها تلك اللجنة المعينة فالحالة وفق ما ورد ويرد من أخبار المخيمات تستدعي التدخل العاجل وإماطة لثامع عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الصحراويين هناك وهي قبل ذلك نتاج لسياسة ممنهجة تكرسها البوليساريو معانا في ذلال وتركيع الصحراويين لا أحد في المخيمات بحسب تقارير صحفية من مواقع مقربة من جبهة البوليساريو في مأمن من التعذيب والانتهاكات يكفي أن تشق عصى الطاعة أو أن تصطدم بأصحاب النفوذ حتى تجد نفسك عرضة لأساليب التعذيب تقع كلها تحت طائلة المادة الأولى لاتفاقية مناهضة التعذيب فضلا عن الاتهامات الجاهزة بالعملة للمغرب صورة قاتمة طالما أنكرتها البوليساريو وإن اعترفت ببعض الانتهاكات البسيطة غير أن المراقبين المحايدين جابوا هذا الانكار برصد حالات كثيرة منها 49 حالة وفاة تحت التعذيب بسجون الرشيد وعظيم الريح والذهبية هذه السجون التي اكتسبت سمعة بالغة السوء لارتباطها الشهير بتعذيب وسوء معاملة السجناء الصحراويين وإهانة كرامتهم على يد قوات البوليساريو هكذا لم يجد حكام الرابون الأوفياء لمذهبهم الرامي لخلط الأوراق أفضل من إحداث لجنة لمراقبة حقوق الإنسان في محاولة يائسة لتحويل الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق التي تقترف يوميا فوق التراب الجزائري هذه اللجنة ينطبق عليها المثل الحساني تحكاك الحلمة على الشرط في موضوع متصل تبقى الجزائر لاهية في سباق انتخابي محسوم بين خمسة مرشحين إضافة إلى رئيس انتهت صلاحية حكمه في حين وغير بعيد عن العاصمة حيث حلبت السباق تتحول غردايا لمسرح لاجتباكات طائفية ضحاياها مئاتهم من القتلى والجرحى تقرير فاتح لامي بينما الجزائر تستعد للصلاة في محراب العهدة الرابعة جزء منها يكفر بالعهدة ولو ضاعف ينتفض غردايا المدرج على لائحة التراث العالمي للمنظمة الأممية يونيسكو تتحول إلى مسرح للاشتباكات بين عرب وبربر مئات بين قتلى وجرحى وحرب طائفية في وقت لازالت الجزائر لاهية في سباق انتخابي محسوم اليوم يستقيل سلال من منصبه ليرتقي لدرجة مدير للحملة الانتخابية حلبة سباق تضم خمسة مرشحين اعلنت اللجنة الدستورية اليوم عن قبول ملفاتهم اضافة الى رئيس المنتهي الصلاحية يتوقع له المتتبعون فوزا ساحقا يستقيل سلال ليخلفه يوسف مشهد به اكتملت قصة غابر الزمان يوسف صدق لكل ما يمليه عزيز الجزائر ولاحد عشر مرشحا استبشر الجزائريون بهم خيرا الا ان رئيس اللجنة الدستورية يحسم في الامر ولا تقبل من الملفات الا ست سيناريوهات متكررة وجو احتقان طائفي بغردايا في حين مظاهرات هنا وهناك مناهضة لرئاسيات جعلت من بلد المليون شهيد مهزلة سياسية تتناولها المنابر الاعلامية من باب طرفة استغبت شعبا لا يقبل الهزيمة الا ان يد النظام الممتدة على كل البلاد تكبح المسيرات لتتفرغ لاخر فصول مصرحيتها فصل ينتهي بالجزائر الى المجهول يسبح النظام في فلك الرئاسيات ومعه تسبح جهات من البلاد في حمامات دم العائدون كشريك فعال في تنمية المحلية والديبلوماسية الموازية موضوع الندوة التي احتضنت اشغالها امس الاربعاء قاعة المرحوم سيد العالم بمقر بلدية اسمارة الندوة من تنظيم جمعية العائدين للتنمية المندمجة والدفاع عن الوحدة الترابية تفاصيل اوفا في سياق متابعة يوسف زعواطي ومبارك الباز في مستهل اشغال دونك شريك فاعل في التنمية المحلية والديبلوماسية الموازية توقف المشاركون عند كرونولوجيا العودة الى ارض الوطن عودة يؤطرها تاريخيا النداء الملكي السامي ان الوطن غفور ورحيب للمغفور له الله الحسن الثاني طيب الله ثره حينها ايقن الصحراويون ان الوطن بحاجة ماسة لكل ابنائه قبل ايجي الخطاب الملكي السامي كانت ظروف لا ترى فيها الناس الا برؤية واحدة هي رؤية العصابة التي تحكم البوليساريو ولا تسمع الا من خلالها يعني تسمع لا من جهة وحدة لما جاء الخطاب الملكي السامي ان الوطن غفور ورحيم كان فعلا خطاب رحيم وكان خطاب ينادي ابناء ابناء الصحراء من اجل الالتحاق بوطنهم نداء سيدنا ان الوطن قارن غفور ورحيم الخطاب اللي خطاب الملكي الحسن الثاني يا الله يرحمه كان كان في مستوى ايجابي بالنسبة نحن للصحرائيين كنا في المخيمات يا غير نقول لك واحدة النقطة هو النداء كان ايجابي وكان في المستوى وكان الالصحراء الفترة الغارهم يا غير خالق نقطة ثانية اللي نقول لك هي ججت بهال الصحراء وفعلتهم بانه يرجع الى ارض الوطنهم اللقاء اللي كان خلقهم الراكش مع الملكة الله يرحمه وفد البرزاريون اللي جاء وانا من ضمن رجال الامن المرافقة داخل الوطن وبعيدا عن مخيمات اللجوء انخلطت شريحة العائدين في تعزيز المصاري التنموي والتحول الديمقراطي على صعيد الاقاليم الجنوبية للمملكة علاوة عن دورها اللافت في تنشيط الدبلوماسية الموازية والتفعيل دور المجتمع المدني في الدفاع عن الوحدة الترابية لاحظنا اعلن شريحة العائدين تحظى بعناية فائقة كبيرة من لدون الساكنة ومن لدون القيمين على الشأن المحلي نثمنها عاليا كعائدين الى ارض الوطن يبقى عامل نسعى ولو في الجمعية ان شاء الله عامل تأطير العائدين اقتصاديا واجتماعيا في خلق مشاريع مدراء للدخل لفائدة هذه الشريحة عاد عندنا تجارب فاعلين جمعويين عادوا الحمد لله قاريين عادوا الحمد لله مثقفين ودخلوا جميع المجالات ثقافة ودخلوا جميع المجالات الحمد لله اللي تقد تقوي عقولهم من نسبة لي أنا قبل كشخص من العائدين عادت فاعلة جمعوية في مدينة صمارة كنت ما كنت وعدت الحمد لله وقد خلصت أشغال الندوة الفكرية إلى تكتيف برامج التأطير والمواكبة بما يتيح تعزيز اندماج فئة العائدين إلى أرض الوطن في صلب الحياة العامة في شن التنموي وبرئاسة والي جهة العيون بجدور الساقية الحمراء انعقد صباح اليوم اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية حيث تم خلاله المناقشة والمصادقة على عدد من المشاريع إبراهيم جدود وصالح رقيبي بعد الكلمة الافتتاحية لوالي جهة العيون بجدور الساقية الحمراء فتح النقاش بين أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول المشاريع المقدمة وذلك بناء على تشخيص دقيق حول عدد المستفيدين والخدمات المفروض تقليمها وكذا ضرورة توفر شروط التقنية اللازمة مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببرنامج محاربة الهشاشة والتهميش بإقليم العيون بلغت هذه السنة مليوني وستمائة وستين ألف درهم تم تخصصها بالكامل للمشاريع ذات البعدين الاجتماعي والإنساني اجتماع اليوم هو اجتماع اللجنة الإقليمية المبادرة للوطنية التنمية البشرية فيه مجموعة من المشاريع تهم شريحة من الناس اللي هي الناس المعويزة والناس الفقيرة والمعاقين والمتخلى عنهم كين عمل جبار تدير القطاع الاجتماعي في ولاية العيون مع المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية المشاريع مهمة وتعود بالنفع لمجموعة من ذي الشريح ولكن عندنا إكراه قانوني اليوم كانوا معنا مجموعة من المتدخلين حكوميين أعداء في اللجنة الإقليمية واللي يروقنا وهو عدم انخراط المؤسسات الحكومية في هذه المبادرة لأنهم عندهم إكراه تشريعي لمستوى المركز ومن خلالكم أدعو القطاعات الحكومية لانخراط وفي تسهيل عملية المبادرة لأن المبادرة الوطنية التنمية البشرية هو التخفيف من العبئ الإداري على تنفيذ هذا النوع من المشاريع الاجتماع اليوم تعلق بجدول المسادقة على البرنامج الإقليم لمحاربة الهشاشة والتهميش بالعيون تم حورة المشاريع حول محوارين اثنين المحوار الأول يتعلق بتحييل خريطة جهوية للهشاشة بالجهة مشروع وثمانتاشر مشروع تقوية القدرات التدبيرية لجمعية العاملة فيما حاربت الهشاشة والتهميش أي هناك عشرين مشروع تقريبا بإجماع أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم التركيز على أهمية المواكبة والمتابعة لكافة المشاريع المصادقية عليها بغيات تنفيذ البرامج المشتركة في أجال معقولة ولتجنب تعقيد وإطالة المصادر المتبعة بهذا الخصوص هذا وإشار إلى أن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون حققت في مرحلتها الأولى ما يفوق 22 ألف مشروع باستثمار إجمال برغة 14 مليار درهم ساهمت فيها المبادرة بـ 8.4 مليار درهم بالدخل حل عدد من الشباب المغاربة المقيمين بليونها الفرنسية في رحلة استكشافية للأقاليم الشنوبية والتي تشرف على تنظيمها القنصرية العامة للمملكة المغربية بليون والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والشؤون الهجرة لقاء مع والي الجهة وزيارة ميدانية لعدة مؤسسات ومنشآت اقتصادية ورياضية كانت ضمن فقرات اليوم الاستكشافي لضيوف الدهلة محمد ترزي ومحمد يداس بدأ الشباب المغاربة القادمون من ليون زيارتهم إلى مدينة الداخلة بعقد لقاء مع والي جهة وادي الذهب لغويرة تحدثوا وتحدثوا عن جملة من المواضيع المرتبطة بالواقع الاقتصادي والمؤهلات المساعدة على الاستثمار الشق السياسي وكذا الاجتماعي وأيضا الثقافي حضروا في نقاشة ضيوف الداخلة مع والي الجهة والغاية التعرف عن قرب على وقع الحياة العامة بلقالم الجنوبية انتقلوا بعد ذلك إلى ميناء الداخلة حيث قدمت لهم شروحات حول طريقة عمل كل نوع من أنواع السفن سواء تلك العاملة في أعالي البحار أو التي تعمل في الساحل وإلى القاعة المغطات للرياضات والمركب السوسيو الرياضي إذ استمعوا هناك إلى تفاصيل حول أدوار المشاءات الرياضية المتنوعة في توفير الفضاءات المناسبة للمواطنين من أجل ممارسة الرياضات المختلفة المكتبة الوسائطية فتحت أبوابها هي الأخرى للمغارب القادمين من فرنسا ليتعرفوا على الموروث الثقافي والتاريخي للمنطقة والذي تختزل جزءا منه جنبات متحف المكتبة أتينا إلى هنا لمعرفة المزيد عن الأوضاع بمدينة الداخلة قدمناك مجموعة بمبادرة من القنصلية المغربية بمدينة ليون الفرنسية كل ما أستطيع قوله عن هذه الزيارة خصوصا في الميدان التنموي بالتأكيد هناك مجهودات كبيرة بذلت في هذا الاتجاه ونحن فخورون بما أنجز لحد الآن الداخلة مدينة واعدة وتستحق الاهتمام إنها حقا قصة نجاح باهر إنها المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الداخلة لم أكن أتوقع أن أجدها بهذا الشكل المبهر تجولنا في أرجاء المدينة وجدناها لا تختلف كثيرا عن باقي المدن المغربية إنها حقا مدينة جميلة مدينة جميلة نرجع ونقول للناس اللي ما عارفين المغرب وما عارفين الصحراء المغربية شنو كايين تمام أعتقد أنها قفزة جبارة في الميدان الاقتصادي وهي رسالة يتلقفها كل من يزور هذه المدينة الواعدة أعتقد أننا سنتحدث مع الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين عن فرص الاستثمار بالمدينة ختموا زيارتهم الاستكشافية للداخل بقصر المؤتمرات والذي تعرفوا من خلاله على أهمية مثل هذه المشاريع على تنمية سياحة المؤتمرات والمهرجانات آخر المستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غدنا الجمعة في تقرير للعالي حميمي نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غدنا الجمعة من يومية الخبر والتي تطلعنا في صفحة الأولى بأن الجزائر تواصل مسلسلة طردها للاجئين السوريين الفارين من جحيم الحرب الدائرة في سوريا من أراضيها في ضرب سارخ لمبادئ حقوق الإنسان وهو الوضع الذي يكشف حقيقة السلطات الجزائرية التي ترفض بسط يد العوني إلى العائلات السورية المكلومة وأضحت الخبر أن يقدم الجزائر على طرد السوريين من أراضيها يأتي أياما قليلة على طردها لدفعة أخرى من اللاجئين السوريين الذين حلوا بالجزائر حينها صحيفة هيس بريس كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية اتسعت الشرائح للشماعية الواسعة التي رفضت رشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة بالجزائر لتشمل فئة رجال التعليم العالي حيث نظم أساتذة جامعيون جزائريون اليوم وقفة احتجاجية بالعاصمة ضد ما بات يعرف بالعهدة الرابعة مطالبين بتغيير سلمي يؤدي لرحيل النظام الحاكم في البلاد ونظم العشرات من الأساتذة الجامعيين وقفة احتجاجية بجامعة الجزائر اثنان بالعاصمة شارك فيها العديد من الطلبة رفعوا خلالها شعارات مناهضة للترشح الرئيس الحالي بوتفليقة لولاية الرابعة والطالب بتغيير سلمي يؤدي إلى رحيل النظام الحاكم كما أفاد طلبة من داخل الجامعة وأفاد الدكتور ناصر جابي أستاذ علم للشماع بجامعة الجزائر في تصريحات نقلتها وكالة الأندول بأن قوات الأمن منعت وسائل الإعلام من الدخول لتقطية وقفتنا وبعد تهديدنا بنقل الاحتجاج إلى الشارع سمح لنا بالخروج للحديث إلى الصحفيين ومن يومية اخبار اليوم المغربي نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادر يوم غدنا الجمعة وجاء فيها قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الهيبة يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط أنه تم انتقاء و24 مسروعا تقدمت به جمعيات من مختلف جهات المملكة تنشط في مجال حقوق الإنسان يحظى بدعم المندوبية برسم 2013 و2014 وذكرت أخبار اليوم المغربية أن الدعم المزمع توزيعه على الجمعيات بمختلف ربوع المملكة يصل إلى ثلاثة ملايين درهم فاصل سبعة وذلك في إطار الاستراتيجية المتعلقة بمجال الشركة مع منظمات المجتمع المدني انتقل إلى عفو الله المرحوم قشبار سليم والابراهيم عن سن تناهز تسعة وسبعين سنة الفقيد كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة وعضاء جيشة تحرير كما انتقل إلى عفو الله الفقيد محمد فالباي عن سن تناهز ثلاثة وسبعين سنة الفقيد ينتمي إلى قبيلة أولاد بسبا وانتقلت إلى عفو الله الفقيد فقيدة مباركة منتبتبعة الفقيدة تنتمي إلى قبيلة زرقين تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإنا الله وإنا إليه راجعون نصل اللحظة إلى الفقرى الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله يرتقب مرور أو تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 10 درجات بالزاك 18 درجة بالقويرة في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 29 درجة بكل من بيكويرة وأوسل 20 درجة بسيديفني في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج العمو سروق الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة السابعة وثماني دقائق أما غروبها فسيكون عند تمام الساعة السادسة وسبعة وخمسين دقيقة إن شاء الله إما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي بوماكو 37 درجة نواكشوت 35 درجة نواذبو 33 درجة تندوف 25 درجة مع التسجيل 19 درجة بالعصم الرباط أبل الختام نذكر مشاهدنا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت SNRT.MA كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذا عتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصخراوية فورقاس.com كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأقل ستور وغوغل بلاي كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المقربية أطيب المناء وفي أمان الله اشتركوا في القناة